طائفة اليهودية هنا في المغرب نرى الطائفة اليهودية هنا في المغرب هي تمثل واحد نسبة المهمة الحمد لله رغم أنهم هاجروا ويرجعوا لبلادهم ويأتيوا في زيارة سنوية هنا في المغرب هم مغاربة بحالهم بحال جميع المغاربة يبغيوا الملك ديالهم يبغيوا بلادهم عندهم حب وغير على البلاد ديالهم فيهم رجال أعمال فيهم هون طافين فيهم ناس الذين يدوا التقاعد ومزاد بقوفة البلاد لم يغادرونها يعني كجميع المغاربة يعيشون بساعدة هنا وكذلك لا يوجد الحمد لله شيء عنصري لأنهم كلهم مغاربة تحت الرعاية صاحب جلال الملك محمد سنصر الله كجميع المغاربة يعيشون في الهناء يديروا تقاليدهم العادات كيف كان قلوه زاز ألس هناك مجموعة من الحسفلات الدينية وكذلك تكون السيدنا أيام في هذه الهناء وكيف يديرون بعض الأمور التطوص يديرون وكيف يحفظون المسلمين على التقاليد وكيف يحفظون المسلمين على التقاليد وكيف يحفظون المصارى على التقاليد أو حتى ديانة خلاك البودية وغيرها وكيف يديرون المصارى على المصارى على تقاليد ومن ثم يتكلم على التقاليد اليهودية المغربية، يهود أوروبا، يهود أمريكا يحتفلون بهم. كان هناك أضرحة يزورها سنوية اليهود كان هناك الكثير من الأنشاطة التي يقومون بها هناك يهود مغاربة. كيف يعلون الشموع؟ هي سنة جديدة يحتفلوا ويكونوا فيها أمنياتهم. كانوا يختاروا أنهم يصوموا بعض الأيام فيهم ويكونوا مباركة. كل شخص يأخذ العموم بأنها تسمى لحنوك السنة الجديدة اليهودية. كيف يكون هناك فرصة السنة الرحيم؟ السنة الرحيم طبعا. السنة الرحيم طبعا. كما يكون هناك فرصة المسلمين العيد الكبير، العيد الصغير، سنة الهجرية زياد النبي محمد أي شيء بحركة. كيف يمكن أن ترى أن المواطن المغربي فقط تنطحوا الأمم خصوصا المسلم اليهودي سيكون بحال جميع الناس. إذا كان لديه دينه يجب أن تشبه به عاداته وتقاليده كما يمارسها المسلم كما يمارسها النصراني. هذه شيء طبيعي. وهو يجب أن يتعرف على العادات للناس الأخرين. لن نقول أن هذا يهودي لا يعمل فيه. هذا النصراني لا يعمل فيه. هذا النصراني لا يعمل فيه. بالعكس. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب. بارتاجي والفيديو ديرو جام. وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي. اشتركوا في القناة